وفي التطمينات أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنجين ريكاني طي صفحة المشاريع المتلكة عبر خطط يجري تنفيذها بعناية وقال في بيان إن تقدم المشاريع أصبح واقعا ملموسا للمواطنين إذ سيتم قريبا افتتاح أولى المشاريع في تقاطع كلية الفنون الجميلة والبقية باعا خلال عام الإنجازات من خلال عمل على مدار 24 ساعة حتى في أيام العطل الرسمية ووصف هذه المشاريع بأنها تصنع الأمل للعراقيين وتعبر عن الإرادة القوية لإنجاز جميع مشاريع البرنامج الحكومية رغم التحديات